احييكم اينما كنتم جولة الصحافة من اليوم اهلا بكم اكدت الصحف الصادر اليوم بان دمشق تسويق لبداية العد التنازلي لمعركة ادلب الكبرى على وقع تصعيد خطير تتعرض له انحاء في المحافظة التي تضم اكثر من ثلاثة ملايين نسمة وفي ظل تجاهل مريب من طرف انقرة يثير الشكوك في امكانية حصول توافقات روسية تركية في لعبة المساومات بينهما تتجاوز الخارطة السورية بدايتنا من العرب اللندنية والتي عنوانات دمشق تسويق لبدء عد تنازلي لمعركة ادلب الكبرى حيث صعدت قوات النظام السورية في الايام الاخيرة من وطيرة قصفها الجوي والمدفعية لمناطق في ادلب شمال غرب البلاد وسط انباء تسويقها الحكومة على ان المعركة الكبرى في المحافظة باتت قاب قوسين او ادنى من وقوعها الامر الذي يطرح تساؤلات خاصة بشأن موقف تركيا التي تعد الراعي الرسمية للجماعات المقاتلة في تلك المنطقة وتركز التصعيد او تركز التصعيد على ريفي ادلب الجنوبي والجنوبي الشرقي وقد شارك فيها الطيران الروسي وهو ما تسبب الخميس في مقتل ثلاثة اشخاص فيما كانت الحصيلة الاكبر الثلاثاء حيث لقي ثلاثة وعشرين شخصا مصرعهم بينهما سبعة من عائلة واحدة في ملدة تلمنس وسط انباء عن نزوح جماعي بالالافة صوب المناطق الاقل تضررا وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس ان خمسين الف شخص يفرون حاليا من ادلب الى تركيا منتقدا الدول الاسلامية على عدم دعمها خططها لاعادة توطين اللاجئين السوريين في مناطق اخرى بشمال وشرق سوريا على حد وصفها القدس العربي وبذات الصداد تساءلت هل تشهد ادلب حرب ابادة تمهيدا لفتح موسكو الطرق الدولية شمال سوريا حيث قتل ستة مدنيين واصيب اثنان وثلاثين اخرين بقصف حربي ومروحي على ريفي ادلب امس نتيجة استهداف الطائرات الحربية الروسية والسورية قران وبلدات في ريف ادلب الجنوبي الشرقي حيث كثف سلاح الجو غاراته على مدينة معارة النعمان واستهدافها بالصواريخ والبراميل المتفجرة واستهدفت 25 قرية وبلدة بريف ادلب امس باكثر من 100 غارة جوية و120 برميلا متفجرا وصاروخا من راجمات ارضية حيث شمل قصف قوات النظامين الروسي والسوري مدينة سراقب وبلدات جرجناز وتلمنس والغدفة ومعرشورين ومعرشمارين والهلبة ومعصرون ومعرشمشا ومرديخ والحراكي والبرسة وابو مكي وتل الشيحة والبرسة بريف ادلب الشرقي ومدينة معارة النعمان وحيش وكفرومة وخان السبل والتح وبابيلا وباليس بريف ادلب الجنوبي بالاضافة الى مدينة جسر الشغور وبلدتي بداما والناجية بريف ادلب الغربية اما العربي جديد فوثقت مقتلى اكثر من عشرة عناصر للنظام بمحاولة تقدم شرقي ادلب حيث قتل اكثر من عشرة عناصر من قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها واصيب اخرون وذلك بمحاولة تقدم فاشلة شرقي ادلب شمال غرب سوريا بحسب وصف الصحيفة واعلنت الفصائل العسكرية التابعة للجيش الوطني التصدي لمحاولة تقدم قوات النظام على جبهة ام جلال جنوب شرق ادلب وقتل اكثر من عشرة عناصر واصابة اخرين بجروح واوضحت ان المواجهات اسفرت عن تدمير عربة بي ام بي للنظام في محيط القرية اضافة الى مقتل وجرح العديد من العناصر نتيجة قصف مواقعهم في قريتي كراتين صغير وكراتين كبيرة بالمدفعية الثقيلة والصواريخ كما تحدثت شبكة ايباء نقلت عنها الصحيفة بعن تحقيق اصابات مباشرة في صفوف قوات النظام جراء استهداف مواقعها في محور تلسي ديالب علي بريف ادلب الجنوبي بقذائف المدفعية الثقيلة وتزامنت المواجهات مع استهداف ريف ادلب باكثر من مئة غارة جوية ما اسفر عن مقتل ستة عشر مدنيا معظمهم اطفال ونساء واصابة العشرات بجراحة والان الى الشأن العراقي عراقيا اكدت الشرق الاوسط بان غالبية برلمانية ترشح محمد علاوي للحكومة حيث فشلت الكتل السياسية في البرلمان العراقي امس في تحديد رئيس جديد للوزراء مع انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما التي يمنحها الدستور للبرلمان لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لكن مئة وخمسة وسبعين نائبا يمثلون اكثر من الغالبية المطلقة خالفوا احزابهم ورشحوا عبر عريضة قدموها لرئيس الجمهورية برهم صالح امس شخصية مستقلة هو الوزير السابق محمد توفيق علاوي لخلافة عبد المهدي وتوقعت مصادر برلمانية ان يصدر صالح مرسوم التكليف قدن السبت والكرة حاليا في ملعب الرئيس صالح الذي تولى مهام رئيس الوزراء المستقيل بحكم الامر الواقع لمدة خمسة عشر يوما العرب اللندنية ادرجت تحت عنوان الطبقة السياسية العراقية تناور لحماية مصالحها رغم تصاعد الاحتجاجات حيث اثبت البرلمان العراقي بعده بتحسن نبض الشارع عندما ضرب مطالب المحتجين المرابطين في الساحات العامة منذ مطلع اكتوبر الماضي عرض الحائط واجل النظر في قانون الانتخابات الذي يريد المتظاهرون ان يضمن حق الترشح الفردي بعيدا عن الاحزاب ونظام الاقتراع وفق الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة وتحولت عملية البحث في وضع القانون المنشود واقرارها الى بحث حزبيا عن الطريقة التي يتم من خلالها ضمان الحفاظ على مكاسب الاحزاب السياسية والمادية وحمايتها من اي ضرر قد يطالها بموجب اي قانون انتخابي جديد ولما تخرج عملية البحث عن شخصية تخلف عاد العبد المهدي المستقيل من رئاسة الحكومة عن هذا السياق حيث حاولت الشخصيات والاحزاب الممسكة بزمام السلطة الدفعة بمن يضمن مصالحها ويكفل الحفاظ على نفوذ النظام الايراني الذي تدين له بالولاءة بعيدا عن مطالب الشارع والان الى الشأن الايراني ايرانيا اكدت الشرق الاوسط بان روحاني حض حلفاء طهران على محاربة الضغوط الامريكية حيث دعى الرئيس الايراني حسن روحاني امس حلفاء بلاده الى محاربة الضغوط الاقتصادية الامريكية عبر انشاء الية تأمين نقل خاصة والتعاون في المجالات المالية والبنكية وذلك في الوقت الذي تخضع فيه بلاده لعقوبات امريكية تجعل من الصعب ان تقوم شركات تأمين غربية بتقديم تغطية تأمينية لصادرات ايرانية واتهم روحان الولايات المتحدة بممارسة الارهاب الاقتصادية داعيا الحلفاء طهران الى محاربتها وقال خلال اجتماع في العاصمة الماليزية كوالا لنبورا ان تداخل الانظمة الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية مع النظام الاقتصادي الامريكي واعتماد الدولار في الاقتصادات الوطنية والعالمية قد وفر للولايات المتحدة امكانية المضية بهيمنتها عبر تهديدات الحضر والارهاب الاقتصادية وفرض مطالبها اللامشروع على دول اخرى وذلك بحسب ما اوردت وكالة الصحافة الفرنسية القدس العربي نقلت عن روحان القول عدم استقرار بلدان اسلامية يمهد لتدخلات اجنبية حيث قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان حالة عدم الاستقرار في عدد من الدول الاسلامية تفتح الطريق امام تدخلات الاجنبية جاء ذلك في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية لقمة كوالا لنبورا رغم 2019 الاسلامية المصغرة التي تصديفها العاصمة الماليزية بين الثامن عشر والواحد والعشرين من ديسمبر كانون الاول الجاري واضاف روحاني ان حالة عدم الاستقرار في بعض الدول الاسلامية مهدت الطريق للتدخلات الاجنبية واعتبر ان الحرب في سوريا واليمن والفوضى وعدم الاستقرار في العراق ولبنان وليبيا وافغانستان هي نتيجة مزيج من الافكار المتطرفة المحلية وتدخلات الاجنبية وادابع الرئيس الايراني ان العقوبات الاقتصادية باتت وسيلة للإبقاء على خطط الهيمنة الامريكية والان الى الشأن العالمي عالميا اكدت الشرق الاوسط بان الجيش الليبي يعزز تقدمه ويتوعد تركيا حيث عززت جيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر امسة تقدمه باتجاه وسط العاصمة طرابلوس وبينما تحدثت تقارير عن وصول قوات الجيش الى محور ابو سليم احد اكبر احياء العاصمة قال المتحدث باسم الجيش احمد المسماري ان الجيش يواصل التقدم تجاه طرابلوس وتوقع حسم المعركة في اي لحظة داعيان عناصر الميليشيات الى الاستسلام بدوره توعد اللواء فرج المهدوي رئيس اركان القوات البحرية في الجيش الوطني تركيا وقال في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط ان القوتين الليبي الجويتين او الجوية والبحرية الليبية تتعونان مع البحرية اليونانية لرصد تحركات السفن المنطلقة من الموانئ التركية على مدار الساعة مؤكدا انه سيجري التعامل الفوري مع اي سفينة يشتبه في توجهها الى مدن الغرب الليبي وتحديدا مصراطة وطرابلوس ذات الصحيفة عنوانت لبنانيا تكليف دياب خلفا للحريرية يجدد جدل الميثاقية حيث اصطدم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة اللبنانية برفض سني تمثل في احجام واحد وعشرين نائبا سنيا من اصل سبعة وعشرين عن تسميته لرئاسة الحكومة من ضمنهم كتلتا المستقبل والوسط المستقبل وجدد تكليف دياب الجدل بشأن الميثاقية وحصل دياب على تأييد تسعة وستين صوتا بينهم كل النواب الشيعة سبعة وعشرين نائبا كما امتنع اثنان واربعين نائبا عن التصويت فيما منح ثلاثة عشر نائبا اصواتهم للسفير نواف سلام وصوت واحد لحليمة قعقور وفيما اعتبر النائب نهاد المشنوق تسمية دياب تجاوزا لميثاقية كبيرة قال رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي اننا غير راضين عن التسمية التي هبطت بالمظلة وتجددت الاحتجاجات في مختلف المناطق اعتراضا على تكليف دياب كما رفعت شعارات مؤيدة للرئيس سعد الحريري الذي دعا انصاره الى عدم النزول الى الشارع والتحلي بالهدوء والمسؤولية والان الى فقرة المقال وما حاز اهتمام الصحف من اراء للكتابة الكاتب فاروق يوسف يقول اذا صدقت الاخبار التي تفيد بان تركيا قد انزلقت قواتها في طرابلس فان ذلك معناه ان تركيا صارت طرفا في الحرب الليبية وهو ما ينذر بتحول خطير في مسار تلك الحرب ما ان يغلق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صفحة حتى يفتح صفحة اخرى وكلها صفحات تكشف عن انخراطه في لعبة هي اكبر من تركيا كما ان ذلك السلوك لم ينفع الاقتصاد التركي في شيء بل على العكس اضر به فلا تزال اثار غزوته الكردية الاخيرة شاخصة لم يتم علاجها هذه المرة كانت وجهته ليبيا وتدخل في صراع الليبي ليس جديدا ليست لتركيا مصالح في ليبيا الا اذا اعتبرنا حماية حكومة الميليشيات مصلحة تركية ذلك ما يعزز النظرية التي تؤكد السلة العضوية بين تركي الاردوغانية والجماعة المسلحة التي تدين بالولاء لجماعة الاخوان المسلمين وهو ما يعيدنا الى المسألة السورية والدور الخبيث الذي لعبته تركيا في اطالة الحرب في سوريا من خلال فتح حدودها لدعم التنظيمات المسلحة بالمقاتلين والمال والغذاء ولكن هذه المرة تتدخل بشكل مباشر فان صدقت الاخبار التي تفيد بان تركيا قد انزلت قواتها في طرابلس بعد ان سبقتها الاسلحة الثقيلة فان ذلك معناه ان تركيا صارت طرفا في الحرب الليبية وهو ما ينذر بتحول خطير في مسار تلك الحرب ذلك لان تدخل التركي لن يبقى وحيدا لن تترك تركيا وحيدة في الميدان بما يسمح لها بفرض معادلات جديدة في ليبيا ليست الحرب في ليبيا خيار الليبيين وحدهم ذلك ما يمكن ان يفشي خطط اردوغان ويحطم حلمه بالفتوحات لا اعتقد ان صدى ذلك في الداخل التركي سيكون مريحا بالنسبة لاردوغان شخصيا ولحسبه بشكل عام فقد تقضي تلك المغامرة على مستقبلهما السياسي بعد ان تؤدي الى استبعادهما من الحكم لقد شبع الاقتصاد التركي ركلات بسبب السلوك غير الحكيم لاردوغان فالسوق هو الذي يتحكم بمزاج الاتراك وليست الميول العقائدية للرئيس وحزبه فاذا ما استطاع اردوغان في المرة السابقة ان يجد في الارهاب الذي يهدد حياة الاتراك مسوغا لمغامراته ضد الاكراد في شمال سوريا فانه هذه المرة لن يقنع احدا باسباب مغامراته في بلاد بعيدة لا تمت بصلة لتركيا الكاتب هاشم عبد العزيز يقول بان السياسة العدوانية الانتقامية التركية في مناطق يحتلها سيكون ثمنها باهضا وليس ببعيد ان تقود سياسة اللعب بالنار الداخل التركي الى الانفجار لنتابع في تطور خطر وبهدف احكام القبضة والنفوذ على ليبيا وقد حكومة تركيا مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج على اتفاقيتين احدهما عسكرية والاخرى امنية في تدخل سافر يجمع بين الارتهان الذليل والاستئثار الذي يعيد الى المشهد ماضي تركيا في المنطقة العربية استبدادا وعربدة واستعمارة الاتفاق المعلن قبل بردود افعال ليبية واقليمية كبيرة والابرز كان عبر رفض البرلمان الليبي وجيش الوطني لهذا الاتفاق المذل والمهين لسيادة واستقلال ليبيا الى جانب مخاطره على منطقة الجوار ما جرى في هذا الشان ليس نبتة تركية يتيمة بل يدخل في سياق خطة ممنهجة في المنطقة العربية ولم يعد هناك محل للتساؤل عن الدوافع والاسباب في الجانب الاول من هذه السياسة هناك التسويق الاعلامي والسياسي والعسكري لمشروع اعادة تركيا العثمانية وفي هذا السياق يتمركز الجيش التركي ويتغلغل في كل من سوريا والعراق كما انه يتدخل في ليبيا متخذا من سيطرة الميليشيات التي تجمع كيانات الجماعات الارهابية على العاصمة الليبية والامر لا يختصر على دعم الادوات والادباع فقط بل وتسريع قاتلة النهب للثروات الليبية باقص قدر من الاسراف والابتزاز هنا تبدو اطمع تركيا اردوغان المفتوحة بشهية مفرطة كما لو انها تستنزف وتستغل ما هو متاح امامها مما ترتب في هذه المنطقة متداعيات جراء انزلاقها الى دوامة الاضطراب والحروب وعربدة الارهاب ومن هذه النقطة تكون تركيا القديمة استعماريا بجحافل قواتها قد عادت او تحاول ان تستعيد مجدى الاستعماري من خلال ادواتها الخبيثة المتمثلة في جماعات الارهاب ان المشروعات التركية بتفجير الاوضاع في اي مكان تحسب من قبل اردوغان وادباعه انها الخيار الامثل بل وما تبقى وهو على اي حال اللعب بالنار فليست تركيا الدولة الوحيدة القائمة في عالمنا وليس بمقدورها ان تقود الى ترتيب ويعادة ترتيب الاوضاع في هذه المنطقة وفي مكان اخر ويكفي ان يشار هنا الى خريطة العلاقة التركية الاقليمية والدولية التي انحصلت وضاقت بسبب رهان تركيا على جماعات الارهاب والمؤكد ان السياسة العدوانية الانتقامية التركية ضد العالم العربي عامة ومصر خاصة سيكون ثمنها باهظا وليس ببعيد ان تقود سياسة اللعب بالنار الداخل التركي الى الانفجار الى اخبارنا المنوعة والطرفة تنافس طهات والنار استعراض مهاراتهم في صنع كاعكي عيد الميلاد في معرضهم بمدينة بنجالورة في الهند من خلال اعدادها على شكل معالم شهيرة حول العالم لنشاهد تنافس طهات على استعراض مهاراتهم في صنع كاعكي عيد الميلاد في معرض بمدينة بنجالورة في الهند من خلال اعدادها على هيئة مباني وحيوانات وحتى على شكل مجوهرات وكان عامل الجذب الرئيسي لمعرض الكاعكي هذا العام كاعكة على شكل كاتدرائية سان باسيل الموجودة في موسكو كما اضاف المنظمون لمسة من الثقافة المحلية الى المعرض عبر عرض كاعكة على شكل راقص هندي يؤدي رقصة كثكال الشعبية وكذلك كاعكة اخرى على هيئة الصاروخ الهندي الذي اطلق اقمارا صناعية الى الفضاء هذا العام في سابقة بالنسبة للبلاد والان الى فقرة الكاريكاتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة